بروبلم فور من فرست اجزام اوغسط تونتوينتوينتوان بقل استون الثرون ابووردس ثرون يبقى فيه في نوت بغض النظر هي بوزيتف او نيجاتيب لما يقولي ابووردس تبقى بوزيتف لو قال لي بدل ثرون دروبد او ريليزد يبقى الفي نوت بزيرو لا بوزيتف ولا نيجاتيب لو قال لي ثرون داون ووردس يبقى فيه في نوت ونيجاتيب ات تسبيد او فيفتين ميتر برساكن يبقى عندنا في نوت وقيمتها فيفتين ميتر برساكن واتجاهها الفوق في البارد ايه فايند تايم نيدد فور تستون توريتيرن تو ذا ثروورز هاند يعني يروح 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 ويرد مراتين وبالتالي يوصل نفس المكان اللي تم قذفه منه وبالتالي دي واي اقوالز زيرو. لما نيجي نتعامل مع ايه? عند اقصر اتفاع هنا كده. هنا الدي واي اقوالز زيرو تحت. الارتفاع ده اللي انا شاورت عليه اسمه الاتش ماكس. اللي هيوصله. وعندنا عجرة الجاذبية الارضية من غير ما يقولي. ممكن نكتبها كده. ممكن نكتبها. ايه عادي? ايه? ايه? نيجاتيب ناين بوينت ايد. لما شوف ايه تاني كلمات? كلمات اي كلمة بتدل على الارتفاع. طور. اه نفهم على طول اني عندنا وبتالي الاكسلريشن نيجاتيب ناين بوينت ايت متر بر ساكند سكوير. في البرت ايه قالي? يعني الدي واي بزيرو. عندنا الفي نوت. عندنا الاكسلريشن وطالب الطايم. وما جابش سيرة الفينال بلوستي. هيروح ويرد طبعا السرعة اللي راح بيها اللي هي الفي نوت هيرجع بيها عند نفس المستوى. اللي هي الفي هتبقى نيجاتيب ففتين متر بر ساكند. ولكن مش ده اللي طالبه ولا جاب سيرته. المطلوب مننا ايجادة تايم الاول نكتب القوانين او نحط القوانين قدامنا مش محتاج تحفظها قولنا. لانها موجودة عندك في الشيت. جس ان انت تحاول تطبقها صح. طيب ايه المطلوب? مطلوب تايم? طيب مطلوب طيب مدور على احد قوانين طيب. القانون الثاني ما ينفعنيش. اه مش طالب الفينال فيلوستي. يبقى اي قانون فيه. الفينال فيلوستي مش عايزين. يبقى لا الاول ولا الثاني ولا الرابع. ما فيش الا الثالث. هو اللي تبقى لنا. نعوض فيه نجيب الطيب. نبعد عن الفينال فيلوستي مش طالبها. يبقى البارت ايه? هنقل القانون اللي هستخدمه اللي هو دي واي اكوالز في نوت تي. بلاس هاف اي. تي سكوير. نعوض الدي واي بزيرو اللي نراحه ورد نفس المكان فما فيش ديسبلسمنت. ما فيش فرق ازاح. الفينال بففتين. الطايم مجهول. بلاس هاف. الاي نيجاتيب نايم بوينت ايت. تي سكوير. اذا. هو مدين هنا الاكسيريشن في الكافر بيج بتن. يبقى نحوض بنيجاتيب تن. طبعا هادالك تن. هتحط لها نيجاتيب. طبعا نايم بوينت ايت وتن مفيش فرق. ولكن هو هكتبها في الكافر بيج تن. فنتعمل معها تن. اذا. فايف تي سكوير. جبتها جهة اليسار. اقوالز ففتين تي. اشطب تربيع مع تي. اللي هو تي اقوالز زيرو. طبعا عند احد الحلول ان تي اقوالز زيرو. طبعا هي كانت عند نفس مستوى قذ في الكرة عند الطايم اقوالز زيرو. بس اكيد مش ده اللي عايزه. عايز لما راحت وردت. عندنا فايف تي اقوالز ففتين. نقسم على فايف اذا. تي اقوالز ثري سكنز. يبقى الحجر ولا الكرة. الحجر هيروح ويرد. في ثلاث ثوان. وان بوينت فايف سكنز اب. وان بوينت فايف سكنز داون. لكنه مش طالب كيه طالب الطايم على بعضه. اتواد ديستانس في البارت بي. ده داستون ريتش وان هاف. اف دا ماكسمام التتوت. يعني اقصر تفعل هو اتش ماكس مش عايزينه كله لأ. احنا عايزين نصه بس. هنا كده. امتى يوصل? لل اتش ماكس. وانا مش عارف الاتش ماكس. يبقى محتاجين اول نجيب الاتش ماكس. وبعد نقسمه على اثنين. وبعد ندور على التايم. اللي هيوصل للاتش ماكس. اوفر تو. نجيب الاتش ماكس من انه قانون. محتاجين كده دلتا واي. يبقى الاول ما ينفعش. عندنا الفي نوت والاكسلرايشن. وعندنا. ايه تاني? في نوت واكسلرايشن. وفي فاينال. لان الاول هنحسب الاتش ماكس. الفي فاينال بزيرو. عند الاتش ماكس. يبقى عندنا في نوت وفي فاينال. ومطلوب اتش ماكس. وعندنا ايه? ومش مطلوب تايم. للوصول لاخص ارتفاعي. وبالتالي قانون الثاني افضل قانون. لاستخدامه لاجاد الاتش ماكس. نقول ان الفي الاول اكتب بارت بي. واكتب. ان الفي سكوير. اقوال الفي نوت سكوير. انقل القانون مرة تاني للشيت. هو موجود عندك في الكفر. بيجلق انقله في ورقة الاجابة. دي واي. دي واي اللي هي الاتش ماكس. البي فاينال سكوير بزيرو. اللي ابتدائيها في ففتين سكوير. بلاس تو. الايه بنيجاتيف تن هو الدهاني. الدي واي اللي هي الاتش ماكس. اذا. توينتي اتش ماكس. اكوالز ففتين اسكوير اتو هندرد توينتي فايف. اذا الاتش ماكس نقسم اوبر توينتي ديني. اليفين بوينت توفايف ميتر. مش ده اللي احنا عايزين. احنا عايزين التايم نيدد تريتش. هافو اتش ماكس. يبقى نعوض فانه قانون. الوقت عندنا الدي واي اللي هي اتش ماكس التقسيم اتنين. وعندنا الايه. ومطلوب الطايم. يعني مش مطلوب الفاينال فيلوستي. يبقى نبعد عن الفاينال فيلوستي ما فيش الا القانون الثالث اللي ما فيهوش فيلوستي. يبقى هكتبوا ان الدي واي اكوالز الفي نوت تي بلوس هاف اي تي سكوال. الدي واي بيتش ماكس يبقى هاف اي تي بلوس هاف في نيجاتف تي سكوال. اذا نجيب الفايف تي سكوال يسار. مينس ففتين تي. بلوس. 5.6.25 افتكر. 11.25. تقسيم 2. اداني 5.625. اكوالز زيو. وهو هنحل باستخدام ايه? باستخدام الالة. هقول. صولفينج. طبعا بالكالكوليتور نعمل ايه? مود. 5.3. ادوس على مود. ادوس معك او 5.3. وادخل الكوافيشنس اللي هو 5 الاول كوافيشنس. نيجاتف ففتين. و 5.625. ايه? طلع لي. التي ون. اكوالز. 2.56 ساكنز. وادوس كمان مرة. طلعي عني التي تو. اكوالز. بوينت فور فور ساكنز. هل الوقتين مقبولين? هل الكرة بتعدي على نفس المكان اللي هو اتش ماكس اوفر تو مرتين? اه مرة هي صعدة ومرة هي نزلة. والوقتين مطلوبين. لو طلع وقت موجب ووقت سالب نلفد السالب. مفيش تايم بالسالب. لو طلع وقتين وطالب اثناء الصعود ناخد الاصغر. اثناء الهبوط ناخد الزمن الاكبر. هو ما قالش ما حدتش. يبقى الوقتين مطلوبين او مقبولين ونكتب الاولاني. الاكبر الاقل اثناء الهبوط. يبقى هو صاعد مر على اتش. على اتش. وان هاف. او اتش ماكسمم. تبوينت فور فور ساكنز. كلام ده اثناء الصعود. وهو نازل مرة على. وان هاف من اتش ماكسمم هايت. بعد تو بوينت فايف سيكس ساكنز. يبقى الوقتين او الايجابتين مطلوبين. وقول له اني الوقت ده هو صاعد. الوقت ده هو نازل. ما ترفضش واحد فيهم. وما تكتبش الوقتين بدون تفسير. فسر له انت ليه اخترت الوقتين.